السلام عليكم كنا اعلننا من فترة عن مشروع اسمه منصة الانجاز ومن ضمن مكوناته الدورات التدريبية كمان قلنا ان اول كورس او دورة تدريبية هنقدمها هتكون عن التخطيط الفعال باذن الله كورس التخطيط الفعال هيكون متاح على نهاية الاسبوع القادم خلال 5 او 6 ايام تقريبا في الفيديو ده هنتعرف على محتوى الكورس ايه اللي هتتعلمه بالضبط لو اشتركت في الكورس وبعدها هنتكلم عن نقطتين اختيار يودمي لصدافة الكورس وكمان نقطة الدفع اونلاين للي ما عندوش وسيلة او خبرة بالموضوع من المهم اننا نعرض المعلومات دي قبل ناشر الكورس بايام عشان عدد اكبر من المتابعين يكون عنده علم خاصة انه هيكون فيه خصم خاص للمشتركين خلال اول 24 ساعة من ناشر الكورس وعشان تقدر تستغله لازم تكون جاهز ومستعد عموما خلينا نبدأ بعرض محتوى الكورس اولا لان اهتمامك بالمحتوى هو اللي هيحدد مدى اهتمامك بباقي النقاط اللي هنتكلم عنها الكورس ده بيتكون من اربع فصول الفصل الاول الاساسيات في الفصل ده هنتعلم مفاهيم اساسية مهمة هنتعلم مبادئ التخطيط الفعال ومدى اهميته لحياتنا هنناقش ضرور الترتيب الاولويات وهنتعلم مهارة تحديد الاهداف وهنتعرف على اهمية المتابعة لاحراس تقدم في مشاريعنا وحياتنا بشكل عام تأسيس المفاهيم ده في ازهنة مهمة قبل عرض الاساليب العملية في باقي فصول الكورس الفصل التاني نظام جي تي دي في الفصل ده هتتعرف على نظام جي تي دي الشهير لتنظيم حياتك ومشاريعك وهتتعلم كيفية تطبيقه بشكل عملي باستخدام مجموعة من الادوات الرائعة والسهلة وهنعتمد على ادوات رقمية بشكل كامل لان بالرغم من حبه للورقة والقلم الى ان تطبيق نظام جي تي دي بشكل رقمي بيكون اكثر فعالية بمراحل من استخدام الورقة والقلم الفصل التالت دفتر الانجاز في الفصل ده هتتعلم عمل دفتر الانجاز الخاص بيك وهو عبارة عن كشكول بتخطيط ونظام معين بيساعدك على متابعة وتنفيذ خطتك واهدافك على مدار اليوم والاسبوع والشهر والسنة دفتر الانجاز له فوائد عملية كتير جدا من حيث تحقيق الاهداف وانجاز المشاريع والالتزام بالعادات الايجابية وكمان له فوائد نفسية مهمة جدا زي انه بيساعدها تكون متحفز ومتفائل وصاحب تفكير ايجابي وطبعا هنا هنستخدم الورقة والقلم بشكل اساسي لانهم الاداة الانسب والاكثر فعالية لتحقيق النتائج المرغوبة من دفتر الانجاز الفصل الرابع من الفوضى الى النظام الفصل ده هنتعلم فيه عدة اساليب عملية ساعدنا على مواجهة الفوضى والتشتت اللي بنتعرض ليه من وقت للتاني من السداجة افتراض ان الحياة هتفضل ماشي على نمط واحد بدون مفاجآت او مشاكل لذلك لا بد يكون عندنا المعرفة والاساليب اللي تساعدنا على مواجهة مثل هذه الظروف دول كانوا الاربع فصول اللي بتكون منهم كرسة تخطيط الفعال واللي محتمل يزيدوا مع الوقت من مميزات الكرسات اونلاين عمتا هو سهولة تحديثها بالتعديل والاضافة وده اللي بإذن الله انا هو اعمله مستقبلا اتمنى يكون المحتوى اثار اهتمامك ورغبتك في تعلم اساليب التخطيط الفعال الكرس بإذن الله هيكون متاح على يوديمي يوديمي هي منصة مشهورة للدورات التدريبية وبالرغم من وجود عدة منصات اخرى لنشر الكرسات بالاضافة الامكانية تصدفة الكرس على موقع شخصي الى اني اخترت يوديمي في النهاية لاني وجدته افضل حل بشكل عام بعد موازمة المزايا والعيوب من اهم مميزات يوديمي انه هيوفر لك مشاهدة الكرسات اللي انت مشترك فيها من الموبايل او التابلت او المتصفح عيوب يوديمي معظمها في جانب الانستركتور صاحب الكرس نفسه زي مثلا ان اسلوبهم في التسويق بيبخس قيمة الكثير من الكرسات المعروضة عليه لكن ده عيب بالنسبة لصاحب الكرس وبالتأكيد هو يعتبر ميزة للمشتركين اللي هيقدروا يحصلوا على الكرسات بتكلفة اقل لكن انا متقبل العيب ده لاني انا نفسي استفدت من الكرسات قليلة التكلفة المعروضة عندهم وبشكل عام انا متفق مع ان اشتراك عدد كبير بتكلفة قليلة افضل من اشتراك عدد قليل بتكلفة كبيرة لان ده معناه ان عدد اكبر من الناس هيستفيد من الكرس فلو حابب تحصل على كرس التخطيط الفعال باقل تكلفة ممكنة انصحك تكون جاهز ومشترك في Udemy بالفعل لان زي ما قلت هيكون في عرض خاص خلال اول 24 ساعة من نشر الكرس تقدر تشترك في Udemy من خلال الموقع Udemy.com او من خلال تحميل التطبيق بتاعهم على اندرويد او iOS انا متوقع باذن الله اني انتهي من رفع كرس خلال 3 او 4 ايام وبعدها Udemy بيحتاج يومين للمراجعة والموافقة على نشر الكرس لذلك توقع ان الكرس هيكون متاح على اخر الاسبوع باذن الله ده طبعا ما لم تحدث مفاجآت او ظروف طرقة غير متوقعة تتسبب في بعض التأخير نسأل الله التيسير لذلك انصحك تشترك في تنبيهات القناة بالضغط على الجرس ولو بشكل مؤقت لان بمجرد نشر الكرس هننشر فيديو قصير نعلن فيه عن اتاحة الكرس مع الروابط واكواد الخصم اشتراكك في التنبيهات هيضمن انك تعرف بمجرد نشر الفيديو اخر نقطة هتكلم عنها هي مشكلة الدفع اونلاين طبعا الاشتراك في الكرس هتطلب ان يكون عندك وسيلة للدفع اونلاين بعض المتابعين اللي ما عندهمش خبرة بالامر بيفترضوا ان ما فيش وسائل سهلة متاحة للدفع اونلاين في بلدهم وده غير دقيق خلينا ابدأ بمصر هناك الكثير من الوسائل للدفع اونلاين في مصر التي لا تتطلب ان يكون عندك حساب في البنك اصلا وكل اللي هتحتاج له الحصول على اي وسيلة منها هو بطاقة الرقم القومي فقط خلينا اقترح عليك بعض هذه الوسائل بصرحة اول وسيلة لو خط تليفونك من شركة فودافون او اتصالات فكلا الشركتين دول بيقدموا خدمة اسمها فودافون كاش او اتصالات كاش حسب الشركة تقدر تشرك في الخدمة دي من اي فرع من فروع الشركة كل اللي هتحتاجه تليفونك والرقم القومي الخدمة دي بتقدم لك الكثير من الخدمات الفرعية زي دفع الفواتير وشحن الرصيد وخلافه من ضمن الخدمات الفرعية دي هي الدفع اونلاين تقدر تطلب الخدمة وتحدد القيمة اللي محتاج تدفعها باستخدام أكواد الخدمة أو من خلال التطبيق بتاع الشركة وهيوصلك معلومات بطاقة افتراضية للدفع أونلاين من نوع ماستر كارد بتكون فعالة لمدة 24 ساعة بمجرد استخدامها بتخصم القيمة اللي دفعتها أونلاين من رصيدك في فودافون كاش أو اتصالات كاش وعلى فكرة تكلف الخدمة دي 10 جنير كل مرة بتطلب بطاقة جديدة أنا جربت الخدمة بنفسي في شراء كورس من علي يوديمي والموضوع تم بسلاسة وبدون أي مشاكل تاني وسيلة البريد المصري بيقدم فيزا اسمها إيزي باي تقدر تستخدمها للدفع أونلاين هتروح أي مكتب بريد رئيسي وتطلب الخدمة نصري في اصدار البطاقة 25 جنيه وماشي هتحتاج بطاقة الرقم القاومي وهتستلمها في الحال تقدر توضع أي رصيد في البطاقة من مكتب البريد وبعد كده تستخدم البطاقة دي أونلاين في الدفع والشراء وأنا برشح لك الوسيلة دي كأفضل وسيلة على المدى البعيد لو كنت ناوي تستخدم البطاقة دي مستقبلا تالت وسيلة معظم البنوك حاليا بتقدم خدمة بطاقات الإنترنت مسبقة الدفع بمصاريف بسيطة وبالرقم القاومي فقط بدون الحاجة أن يكون عندك حساب في البنك روح أي بنك واسأل في مكتب خدمة العمل عن استخراج بطاقة إنترنت مسبقة الدفع وغالبا هتلاقيها متاحة وتقدر تعملها وتستلمها في الحال دول كانوا ثلاث وسائل للدفع أونلاين في مصر بدون الحاجة لحساب في البنك استخدم منهم أي وسيلة نسبك بالنسبة لبقى الدول خاصة إخوانا في الجزائر والمغرب طبعا أنا لن أستطيع تقديم وسائل تفصيلية لأنني مش عايش هناك لكن أنا قمت ببحث سريع ووجدت أن هناك بالفعل وسائل شبيهة أعتقد أن بريد الجزائر بيقدم بطاقة اسمها البطاقة الذهبية يمكن استخدامها على الإنترنت وحقيقة يصعب تصور أن البنوك هناك ما تكونش بتقدم خدمة بطاقة الإنترنت مسبقة الدفع فالنصيحة هنا أنك لا تفترض عدم توفر وصيلة بدون بحث أو سؤال ختاما لو بتشوف الفيديو ده بعد نشره بعدة أيام فمن المحتمل أن الكرسي يكون متاح بالفعل وفي الحالة دي هتجد الرابط في الوصف وفي المربع الجانبي الظاهر أمامك إلى اللقاء قريب بإذن الله السلام عليكم